يمكنك دوما أن تبدأ حربا لكن الأهم كيف تديرها والأكثر أهمية من ذلك كيف تنهيها كلمات يقولها الخبراء الاستراتيجيون لوصف معظم الحروب في العالم ولعل أحدث مثال على ذلك الحرب الروسية الأوكرانية فبينما كانت موسكو تخطط لحسم سريع للحرب عبر إسقاط العاصمة الأوكرانية كييف وتنصيب حكومة موالية لها هناك إذ برياح الحرب تأتي بما لا تشتهيه سفن الكريملين فالغرب الذي أظهر في الساعات الأولى للغزو الروسي تخازلا عن نصرة كييف بصورة فعالة بات يقود التصعيد العسكرية والسياسية والاقتصادي ضد روسيا وقواتها الغازية وبينما كان الهدف الروسي يتمحور حول منع أوكرانيا من الارتماء في أحضان الغرب الأوروبي ومنعها من الحصول على عضوية حلف الناتو إذ بالمجلس الأوروبي يمنح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد لتبقى عضوية الناتو أمرا واردا ومحتملا بحسب تطورات الأحداث على الأرض في المقابل فقد راهنت الدول الغربية على كسر شوكة الغزو الروسي عبر دعم المقاومة الأوكرانية وإجبار موسكو على التراجع بفعل الضغط الاقتصادي الناجم عن العقوبات الغربية إلا أن عقلية بوتين العسكرية الحالمة باستعادة ما يراه أمجادا لروسيا القيصرية حالت دون تراجع موسكو عن الحرب برغم خسائرها الكبيرة وإنما فقط غيرت من تكتيكاتها العسكرية وأهدافها المرحلية كما أن العقوبات الاقتصادية الغربية أصابت أصحابها كما أصابت روسيا وباتت الاقتصادات الغربية تعاني بشدة من الآثار الجانبية لهذه العقوبات بل امتدت تلك الآثار لتخلق أزمة اقتصادية خانقة في معظم دول العالم في المحصلة فإن أطراف الصراع في أوكرانيا باتوا متورطين في حرب استنزاف طويلة ربما لا يملكون القدرة على إنهائها في الوقت الراهن إذ أن كل طرف يحاول فرض أمر واقع يمتلك من خلاله أوراق ضغط رابحة حين جلوسه على طاولة التفاوض التي لا بد منها في نهاية المطاف